مرحبا كثير من الناس صاروا يعرفوك من خلال السوشال ميديا وطلعت على كذا وسيلة أعلامية خبرت قصتك بس اليوم للأشخاص اللي عم يتعرف عليك لأول مرة خلينا نذكر باختصار عن قصة روان أنت كنت طفلة مثلك مثل كل الأطفال عيش حياة طبيعية عمر السبع سنين صار حدث غير لك حياتك وغير لك شكلك شو يالي صار؟ على عمر السبع سنين أنا صار معي حادث كانت بالجبل عم بلعب ودعست ببطن كلب وعلى النقزة بلش يهر شعري بلشت اخسار شعري باختصار على مدة تقريبا سبع سنين ضليتنا عم بعمل تريتمنت ولحت تقريبا بالألفين وثمانية ألفين وعشرة خسرت كل شعري روان طفلة عمرها سبع سنين عرفت أنه هي عم بيصير معها اختلاف وأنه بطلت عم تشبه بركاء أطفال من عمرها خصوص البنات من عمرها أو كنت عايشة مش كثير فهمانا لا أنا من ديوان كنت كتير محزوزة بعائلتي بمدرستي بالمجتمع اللي أنا كنت عايشة فيه أنه أنا من ديوان انحطيت بالصورة أنه أنا يمكن أوصل لمحل أنه أخسر كل شعري خبريني شوية عن المراهق بتعرفي المراهقين بشكل عام وخصوص البنات بشكل خاص هيك بالتينينجر بيكون بدهم أصلاً ما بيكون عندهم سئة بحالهم بيكون بدهم يبينوا حلوين بيكون بدهم يسبتوا حالهم بالمجتمع أنت بركاء أدوات الجمال يعني هي الشعر الرموش لحواجب ما كان عندك إيها هل ما كان أهمك يعني كنت قوية من اللحظة الأولى أو لا كنت تخبي وتستحي لا ما في يقول أنه ما كنت قوية وما في يقول أنه عنجات كنت كتير قوية يعني في يقول هيك إذا بدك نص نص لجأت كنت حط كاسكات كنت حط بروك بس وصلت لمحل لا قدرت تخطى كل شي قطعت فيه شو يلي وصلك لهيدا المحل وقلت أنا روان أنا هيك أنا حلوة كيفما أنا مع شعر بلا شعر وبدأ أطلع بحرية بلا هالقيود مثل ما عم تقولي كاسكات وبروك وكل هالتفاصيل أوكي يلي وصلنا لهون أكيد 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 من داي ون أنا كنت عم تابع مع بسيكولوج ورجعت برجع بقليك مدرستي والأنتراج تابعي بس إذا بدك ترنينج بوينت بهذا الموضوع كانت ثورة 17-20 تعرفت على صبيه هي هلأ ماي باست فرند إذا بقدر أذكر اسمه حياة ناظر تعرفت عليها وهي إذا بدك وصلتني للي أنا وفيه شو صار؟ قدرت تصور على حالي وقول أنه خلاص أنا لازم أتقبل أنه أنا متقبلي بس أنه خلاص بدي ورجع العالم أنه هاي دي أنا بلا ببروك بلا ولا شي روانا أكيد تعرضت لكتير تنمر بحياتك إن كان تنمر بس بالنظرة مدروري يكون بالكلمة أو بالكلمة بس ما رح نسكرون كله لأنه ما بين عرضوا كتير 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 خلينا نحكي عن يمكن أبرز مواقف أو أبرز جمع اللي سمعتها بحياتك وفعلا خضتك أو أثرت فيك إذا بدك أيام المدرسة كنت كتير هيك اتعرض لتنمر من رفقات معي بالمدرسة بس في قصة ما بنساها أبدا بحياتي هي لما فدت على الجامعة كان في عندي دكتور بالجامعة للأسف هو يعتبر دكتور أي دكتور فهمين لما أول مرة طلعت على الكاميرا كان بدي أطلع على الكاميرا أنا بالدومان بالراديو تي في كان بدي أطلع على الكاميرا بيقول لي أنت ما فيك تطلع على الكاميرا لأن أنت ما عدي كرموش وحواجب أنا كتوقت عم بيأخذ تريتمينت فهيدا التريتمينت كنت يعني إذا بديك أعتبر أباز كتير فكمانا فقال لي أنت ما فيك تطلع على الكاميرا تركت جماعتي 8 سنين أوف من وراء هالكلمة من وراء هيدا الشي وكمانا كت عم بيأخذ تريتمينت وكان عندي مشكلة بالمناعة كنت كتير عم تنقص مناعته فما كان فيه يكون كتير عن كونتاكت مع الناس ورجعت بعد 8 سنين ورجعته أنه هيدا يلي ما بيطلع منا شي لا طلع منا وتخرجت هيدك السنة تخرجت من كلية الأعلام أنت اليوم زميلة بمحطة أعلامية زميلة خبرنا وين وصلت روان الأصوات يلي سمعتها قالت لي ما بيطلع منك شي أصوات يلي قلت لي ما فيك تطلع على الكاميرا ما فيك تشتغلي وكل هالنظرات وكل شي جارح قطعت فيه بحياتي أكيد بيأثر بالإنسان بطريقة أو بأخرى يعني كل حدا كان يعمل لي بولينك أنا كنتحط براسي أنه لا أنا بدي أعلى بعد أكتر يعني كان يزيد لي سيئتي بحالي أكتر حلو الحلو أنه استعملتين درجة توصلت يوم وين وصلت شو الأحلامي اللي حققتها وشو الأحلامي اللي بعد بديكت حقيقيا أنا أول شي أنه مثل ما حضرتك هلأ ذكرت أنه أنا بشتغل بمؤسسة إعلامية وصلت لي اللي بديه وأكيد أحلامي بعد أكتر من هيك بكتير بس وصلت له هدفي بعتبر حالي أنه وصلت حبرينا سويا عن شغلك بهالدمان قد بركة بتأثر بالنسان اللي حوليك هل بتحس أنه بعد في تنمر أو لا أصار عندك اليوم سلطة صار عندك موقعي الناس تتأثر فيك بطريقة إيجابية في كتير ناس يعني دايما بالحياة موجودين يلي بأثروا فيها بطريقة إيجابية ويلي بأثروا فيها ما بأثروا فيها بطريقة سلبية بس دايما هؤلاء الاثنين موجودين مع بعض يعني ما فينا نحن للأسف عايشين بمجتمع عربي ما كتير بيتقبل ما كتير بيتقبل الاختلاف صح فبدي تكوني حدا كتير قوي حتى تكوني عم بتواجه هو العالم روان أنت بكذا مقابلة إعلمية لإليك بتقولي أنا قوية أنا مصدر قوة أهلي صح أنا ما ببكي بس هل فعلا روان هيك بينها وبين حالها ما بتتأثر ما بتبكي ما بتوجع قبل كنت أبكي بيني وبين حالي يعني أنا كنت حدا يعني أنا أهلي عملوني معاملة غير عن كل إخوتي سو كنت يعني كنت إذا بدي نجمي من السماء كنت تجل عندي بس انطلقت إذا بديك على الشغل وعالمجتمع لا أكتشفت أنه أنه الحياة تمنى منى الأهل والبيت يعني منى هالكادريا اللي أنا عايش فيه روان بيصير تحس بمحل معين أنه أكيد الأهل بيعطوا قدمة فيهم لأولادهم كيف تأذا ولد عنده حيار له اختلاف أو حيار له ضعف يمكن بيحسوا بدون يعودوله أكتر صح فأنا بوجه هيك رسالة لكل أهل عندهم عندهم حدا من أولادهم في دقول مختلف عن إخواته لأيكونوا عم بيعملوا نفس المعاملة يعني ما يحسسوا بهذا الفرق تما ينصدين بالمجتمع أنا ما كنت حاسي هذا الفرق لما كنت أنا عايشة يعني لما كنت بعد ما انطلقت بالمجتمع حسيته لما أنا فتت على المجتمع وبلشت أشتغل يعني صرت لقي أنه أنه البيت ما بيشبهه أبدا برا العالم مش متل مبادة بتعامل لي بس أهلي أهلي يعني شبه أكيد أهلي الفضل الكبير اللي أنا فيه هلأ روان أطعم معك هيك مثلا حوادث معينة أو لحظات معينة شفت أنه خصوص البنات لأنه هيك بهمهم الجمال والمظهر وكلها التفاصيل تأثروا فيك إيجابيا أخذوا منك قوة أخذوا منك أمل يمكن بطلوا يستحوا بأشياء أوقات البنة إذا كسر دفرة بتعاملوا لأزمة يعني بطلوا يستحوا من القصص اللي عم يمرقوا فيها إذا بدك فيه بلش من البيت من أخواتي يعني يعني أنا أنا الشي اللي بعبيلي يعني اللي بحس حالي أنه أنا عن جد كيف بدي أقول أنه أنا عم بعمل شي لما واحدة من أخواتي تقلي أنه أنا كتير فخورة أنه أنت أختي شو حلو وإذا بدي أحكي على المجتمع فيه كذا كذا حدا أخذ مني يعني كذا حدا كنت كنت إذا بدك تورنينج منت بحياتهم في صبية ضلت أربعين سنة وهي حاطة بيروك نهاري عندها نفس الكيس نفس الكيس تبعي وهي دي الكيس كتير خلينا نقول فلسانترش تبعها كتير قليل صح 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 بعد أربعين سنة التقيت فيها بمعرض وشافني خية وقتها وقال لي أنه أختي أن دوترواء بعد ثلاثة الشهور بقال لي أنه أختي من وراك صارت عشبالة بيروك عم نحكي عن صبية كبيرة بس كيف الأطفال اليوم أنت عندك أولاد أخوة صغار هل بيسألوك بيقولولك مثلا تعرف الأولاد بيسألوا كتير يعني ليه أنت ما عندك شعر أو أو مثلا بيتنمروا أو بالعكس فهمنينه ووعيوا على هذا الاختلاف من هن وصغار هلا أنا أولاد أختلاقة وعيين على هذا أكيد أكيد سألوا أكيد بيسألوا ليه ما عندك حيواجب ليه ما عندك رموش ليه ما عندك مثل مامي مثلا بس أختي وصلتهم لمحال أنه لما كانوا في عندك بنت أختي صغيرة لما كانت بالمدرسة عم يعتون حيالة الأولاد يعني أنه شو الجارسون وشو الفي قالت لها معلمتها عمره أربع سنين قالت لها معلمتها لأ الفي فيه كون ما عنده شعر وقالت لها فسر يعني أختي وصلتهم لمحال فسرت لهم أنه فيه يكون عندنا هذا الاختلاف حلو أنه الولد ضربه أنه الاختلاف هو نعمي صح وفي العكس بيطلع هو شخصيته ما بيعمل بولينج لغيره ما بيعمل بولينج لغيره بيتقبل بيفهم بيحب الآخر شو ما كان يلي بيحكي معك وبيتعرف عليك بيشوف حدا قوي وعم نحكي عن قوي مش يعني ما بيبكي يعني بيتأثر بالحياته كل شيء بس ما بيبقى بهيد الوجع يعني من الوجع بيخلق قوي حدا قوي وحدا كتير مسالم حدا كتير راية هلأ أنا اللي شفته هيك لا هلأ هذا الإيمان فعلا بيلعب دور بحياتك يعني كل شيء قطعت فيه بحياتك أول شيء الإيمان واضح يعني هيدا السلامي تعويسك واضح يعني أنا عندي إذا بدك يمكن 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 أوكي ما بصلي وما بصومه كل هالقصص بعيدا عن هالقصص بس أنا عندي علاقة ديراكت مع ربنا أنا كل يوم بحكم مع ربنا كل يوم كل يوم أكيد الله هيك بيبعط لي إشارات دايما بحياتي حلو إن كانوا أشخاص ولا مواقف ولا شو ما كان روان سوريا سيرتك اليوم لكل صبيل بشكل خاص عم تحتريك عندها يمكن اختلاف معين عندها زعل معين وقع بمشكل معين ما عم تقدر تطلع منها روان ياللي هيكش بالرغم من كل أصوات المشنوعة بالرغم من صورة الجمال النمطية يعني اليوم بتعرفك كثير عم تشوف وجوه بتشبه بعضها وجوه فيك وجوه معباية نزبوط لا مثل ما أنا حلوة مثل ما أنا شو بتقولي لكل صبيه لكل صبيه مش بس لكل صبيه لكل إنسان أنا بقل له في كل يوم طلع حالك على مراية وشكر ربك على كل شي وحب حالك لأنه إذا أنت ما حبيت حالك ما حدا رح يحبك ولكل صبيه بحب إلا أنه إذا بديك كل شيء منشوفه على السوشيال ميديا بالنسبة لإليه ما النصح عن جد أبدا 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 ما في ولد حكي بتشوفيه على السوشيال ميديا إلا ومخبية وراها كتير قصص فأنا بقل له لا أحبي حالك وتقبل ياه مثل ما أنت يعني يمكن أنا هلأ حلوة يمكن لصمح الله يصير معي شي تغير حياتي كله اشتغل على الداخل لأنه هو فعلا مش حكي فعلا بينعكس وأكيد بقل له أنه إذا عبالك تعبري عبري ولا إنسان يخلي شيء بقلبه وروان بدا نقولي أنه أي من الجمال يعني عبطلع فيك مش عم بشبه وعن جد الحلوة أنه طلعت مثل ما أنت لأنه يمكن هيدا الإختلاف هذا اللي بيميزك وهذا اللي عم بيبرز هيدا أنا هيدا أنت هذا اللي عم بيبرز جمالك وجمالنا هو هيك باختلاف يعني مش لازم يكون أصلاً مثل بعض ومش لازم كلنا يكون عنا نفس الشكل هذا الاختلاف هو يلي بيعطيك الوحدة كلمتك الأخيرة لكل لبناني بشكل خاص لأنه اسم الفقرة في أمل عم يحضريك فائد العمل بسبب ظروف البلد أنت مسك بها الأرض ومسك بها البلد وعندك أمل أكيد رغم كل شي صار أنا الكيس تبعي أنا كتير أزاد من اللحظة سببها مشاكل سياسية وأمني 2006 و2007 للأسف أنه نحن عايشين ببلد أنا بالنسبة لي بتحكموا جهة معينة لا خليكم ببلدكم وخلينا بلبنان لأنه إذا نحن ما ضلينا هون رح تصير أرض محروقة مئة بالمئة مئة بالمئة لذلك لازم نضلنا متماسكين بهذه الأرض شكريك كتير روان الشامي لحضورك معنا لكل هالأمل اللي اعطيتنا لكل هالثقة بالنفس لكل هالسلام وهالجمال اللي ذكرتنا أنه فعلا الجمال هو وقتا نرجع لطبيعتنا ولا كيف ما نحن إن شاء الله هيك دايماً عم بتشعي ومن نجاح لنجاح بشغلك مرسي كتير مرسي مشاهدين على هون منوصل لختم فقرتنا ملتعانة بجدد الأسبوع اللي جاي بنفس التوقيت من هلأ لوقت ما تنسوا دايماً شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة